يا مساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدين وتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم فيها تفاصيل واحداث كتير جدا حنتكلم فيها على مضار ساعة من دلوقتي وبالتحديد كل الامور اللي بتدور في أذهان جمهور النادي الاهلي واللي ممكن تكون متوجدة على السوشيال ميديا تحديدا في اخر 24 ساعة وتفاصيل كتير جدا حنتكلم فيها على مضار حلقة اليوم دايماً تفاعل حضراتكم معنا بيكون مهم فبالتالي سؤال الحلقة عبارة عن رأيك إيه هو الملعب اللي يكون أفضل لاستضافة المبرانة هائمة بين أهلي وزمالك يوم 27 في نهاية دوري أبطال لأفريقيا هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد البداية دايماً بتكون بأهم العلمان نشوف يوم في تريند الأهلي نهاية دوري أبطال لأفريقيا يتجه لإستاذ القير الفريق الأول يواصل تدريباته على ملعب التتش أما في التريند العالمي جوارديولا كلوب يطالبان بعودة التغييرات الخمسة بالدورة الإنجليزية ملف وأزمة مهمة جداً هنتكلم فيها بتفاصيل كتير جداً هيتكون بعد الفصل أهلاً بحضراتكم من جديد في الحقيقة اللجنة الخمسية اللي بتدير الاتحاد المصري كورت القدم خلال الفترة الحالية واللي خلاص يعني الفترة دي قربت تخلص وحيسيبوا مناصبهم في التحاد الكورة مصممين أن هم يصدروا أزمة لأكبر فرقتين في الكورة المصرية بل في الكورة الأفريقية بشكل عام اللي هم الأهلي والزمالك وبدل ما هم يقوموا بدورهم أن هم يعني يساعدوا الفرقتين دول أو أن هم يحللهم أي مشكلة تقابلهم قبل النهاء الأفريقي اللي هيكون يوم 27 هم بيعقبوهم على تفوقهم بدل ما تحل لأ أنت بتعاقب بدل ما تجيب حلول لهم وتساعدهم لأ أنت بتعاقبهم وبتقولهم أنتوا إزاي توصلوا لنهائي دورة أبطال أفريقيا فأنا بتكلم كده ليه أو بتكلم في الأمور دي ليه لأن في أزمة الكيد وحرارتكم عارفين الأزمة دي بتفاصيل وأنا حشرح لحرارتكم كمان بتفاصيل أكتر لأن الجزئية دي غاية في الأهمية وحتحرم الأهلي والزمالك من بعض اللاعبين بشكل كبير جدا إن لم تحل فبالتالي إحنا هناخدها مع بعض كده نقطة نقطة فترات الكيد بعد التعديل الأخير بخصوص أزمة الكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد الفترة الأولى للكيد في مصر تبدأ من 10 أكتوبر 2020 وتنتهي 6 ديسمبر 2020 وده كان إيه؟ كان بناءا على طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم وتم الموافقة عليه من قبل الفيف فترة الكيد التانية تبدأ يوم 15 فبراير 2021 وتنتهي يوم 15 مارس 2021 ودي فيها مشكلة وفيها عقق كبير جدا ليه؟ لأن الاتحاد الأفريقي فترة الكيد اللي عنده بخصوص فترة الكيد التانية من يوم 1 يناير لحد يوم 31 يناير حتى هذه اللحظات أنا أتكلم فيها مع حضراتكم فبالتالي أنت مش هتقدر لا تأيد ولا تشيل لعيب ولا تحط لعيب ولا تضيف أي حد وحتفظ المجبر أن أنت تلعب بقيمتك القديمة وأنا بشرح لحضراتكم دي تفاصيل مهمة جدا طيب الاتحاد المصري لكرة القدم حدد موعيد التسجيل في القوائم الأولى بداية من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر ده كان في الأول في الأول قبل ما يتم مد هذه الفترة ليوم 11 وكانت نفس الأزمة موجودة لو تفتكروا حضراتكم لما كنا منتكلم ومنقول أصلي كده أحمد فتحي مش هيلعب مثلا مع الأهل إنه هو خلاص ماشي نفس الحال لو ما كانش حازم ما مجدد مع الزمالك فهو لازم اللعب يكون مقايد محليا عشان يكون مقايد أفريقيا فانت النهاية الأفريقي كان قبل كده يوم 6 نوفمبر فانت فترة الكيد في مصر كانت في الأربعة نوفمبر فهم كده كده مش هيلعبوا لأنه مش مقايدين محليا لكن هم عدلوا وخلوا أو مدوا فترة الكيد لحد يوم 11 نوفمبر بدل يوم 4 نوفمبر كان على أمل إيه؟ على أمل إن النهائي بعد التأجيل وبعد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم يكون يوم 9 نوفمبر فحيبقى فيه 48 ساعة يقدر إيه؟ الأهل والزمالك يقايدوا فيهم في القايمة الأولى لكن هم اتفاجئوا إن الاتحاد الأفريقي أجي للنهائي لآخر الشهر بقى يوم 27 نوفمبر طب الأزمة فين؟ الأزمة إيه؟ تم تأجيل نهائي دوري عبطال أفريقيا اليوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر إيه اللي حيحصل بقى؟ ده حيكون بناء على إيه؟ أو إيه اللي حيترتب عليه؟ اللي حيترتب عليه أن الأهل والزمالك مهددان بالحرمان من أي لعب لا يطم قيده في القايمة الأولى يعني أنت كده لازم مجبر مجبر أن أنت لو في نيتك سواء أهل أو زمالك عايز تمشي لعيد من عندك مش هتعرف تمشي لأن القايمة الأولى أنا عايز رسل لحراراتكم الفرق ما بين القايمة الأولى and القايمة الأولى واللي بتتمثل في اللعبين اللي ليهم عقود معاك فأنت بتأيدهم في القايمة الأولى 11 من القائمة الاولى او من الناس اللي هم عقود معاك فانت خلاص انت كده مكبر ان هما يكملوا معاك لان انت لو جيت مشيتهم بعد كده او لما قايدتهمش اصلا في القائمة الاولى بقى هما لعبين احرار يعني انت لا تستفيد منهم مدين ولا تعفت سواهم ولا خلاص بقى اللعب مش بتاعك لانت مش مقايده في القائمة الاولى حتى لو ليك معاعد دي طبقا لله وايح فبالتالي الاهل وزماك مهددان بايه بالحرمان من اي لعب لا يتم قيده في القائمة الاولى طب انا لو ما قايدتش اي لعب انا مش عايزه مثلا دلوقتي مثلا يعني في القائمة الاولى ممكن واحد يقولك طب ما تقايدش وخلاص شوف انت هتجيب مينو هتماشي مينو وخلص نفسك قبل يوم 11 طب انا ضامن ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي حتى نهاية الشهر انت عندك لعيبة في المنتخبات ممكن لقدر الله لقدر الله تتصاب عندك فيروس كورونا لقدر الله ممكن حد يتصاب بيه عندك تدريبات كده كده خلال الفترة حاليا ممكن حد يتصاب حيبى عندك نقص عادية اذا بحتاج بالنهاية ازاي فانت ما ينفعش ان انت تماشي اي لعيب غير بعد ما تخلص وتخلص النهاية الافريكي ده الكلام ده بينطبق على الاهل والزمالك مبسلي الكرة المصرية والافريكية في هذا المحفل الكبير والفريد يعني طيب اتحاد الكرة وضع نفسه في ورطة بعدم الالتزام بالموعيدة التي حددها الفيفا وانا هنا مستغرب ايه المشكلة ان احنا نلتزم بالموعيد اللي احنا اتفقنا بها او اتفقنا بها على الفيفا يعني احنا اتفقنا على الفيفا يا جماعة احنا غاية يوم 6 ديسمبر الكل يقفل عندل 6 ديسمبر الكل يقفل عندل طب ايه الازمة في كده ان احنا نخلي زي ما احنا متفقين مع الاتحاد الدولي لركية القدم وزي ما هما تبقى لـ TMS عندهم نظام الـ System الخاص بالانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي احنا نخلينا الغاية يوم 6 يحصل أي تعديلات في القايمة كل واحد يضيف يشيل لعبين يقدر يسوق لعبيه الكلام من ده دي بقى الأمور طبيعية علما علما بأن الكيد الأفريقي ينتهي إمتى كيد القايمة أو كيد الأولاني للإتحاد الأفريقي ينتهي يوم 30 من الشهر الجاري فبالتالي أنا عايز أتكلم معكم عن الحلول الحلول بتتمثل في إيه؟ إن لازم اتحاد الكورة يمد فترة الكيد الأولى لحين انتهاء مباراة دوري أبطال أفريقيا لازم تمد فترة الكيد الأولى لغاية لما تخلص نهائي دوري أبطال أفريقيا لما تمد فترة الكيد ممكن تمدها لحد إمتى عندك خيارات مبدئيا عادي لو أنت خليتها يوم 30 مع الاتحاد الأفريقي اللي هو حيقفل يوم 30 برضو بالنسبة لفترة الكيد الأولى فإيه المشكلة في كده؟ مش لاقي أزمة برضو تمام؟ يا بلاشت يوم 30 خليها يوم 29 بلاشت 29 خليها يوم 28 اللي هو يكون بعد النهاء الأفريقي بـ 24 ساعة بحيث أن الأندية تكون خلاص مرتبة نفسها وعارفين مين قاعد ومين ماشي وتقدر تزبط أمورك كقوائم للأندية وإنت مرتبط أن أنت ما تأيد محلي لازم أو عشان تأيد أفريقي لازم تكون ما أيد محلي فأنا شايف أن فيها عواقق كتير جدا متحدد المصر لكورة قدم أنا مش لاقي مبرر الموضوع ده مش لاقي مبرر غير أن هما لازم يصدروا أزمة عشان الناس تتكلم في القصة دي شوية مش لاقي أي وقت طيب إحنا سألنا أو الناس سألت وشوفنا تصرحات للمدير التنفيذ للتحدي المصر لكورة قدم قال لك أصلحنا عمليني السيستم مع التحدي الدولي اليوم ستة علشان أنديلة في الدرجات الأدنى التانية والتالتة والرابعة طيب ما تعمم ما تعمم للكل طيب خد بقى اللي جاية دي عشان دي مهمة أول أنت محدد عندك فترة الكيد التانية من يوم 15 فبراير لحد 15 مارس خلي بالك أنت محدد عندك في تبقى الاتحاد المصر لكورة قدم فترة الكيد التانية من يوم 15 فبراير ل15 مارس وفي نفس الوقت الاتحاد الأفريقي فترة الكيد اللي عنده التانية هتكون إمتى من 1 يناير ل31 يناير طيب هتقول لي ما إحنا ممكن نأيد لعيبة في الفترة دي في القائمة الأفريقية بس مش هينفع زي ما شرحت لحضراتكم أنت لازم تأيد محلية فأنت هتبقى مجبر تلعب البطولة كلها لأنه هتكون خلاص الكيد الأفريقي قفل في 31 يناير وإنت عشان تبتلي تأيد محلية عشان تأيد أفريقيا هايكون في إيه في 15 اتنين فهتعمل إيه طيب اللعيبي اللي هيمشي من 15 اتنين إلى 15 ثلاثة ده هيروح فين هتقول لي ممكن يروح أي نادي محلي مش مش شرط ممكن أن ده محلية مترجبش في لعيبة عندك انت مش هتعرف تسوي مش هتعرف تتحرك مش هتعرف تبدل اللعبين مش هتعرف تحط أو تدعم صفوفك وانت بتنافس في التحدي أفريقي فبالتالي انت هتلعب البطولة اللي جاية لو فضل الحال على ما هو عليه البطولة اللي جاية في دوري أبطال أفريقي والبطولات الأفريقية بالتحديد هتبتدي يوم 6 أو 7 أو 12 انت مجبر تلعب بالقايمة اللي هتنهي بيها البطولة دي يعني ما ينفعش لتضيف لعيبة ولا تماشي لعيبة بسبب تعنط الاتحاد المصري لكرة القدر وده أمر غريب جدا ايه السبب؟ ايه تدافع لكده؟ ليه يعني؟ ليه بتصدروا أزمة؟ ليه مش عايزين تحلوا؟ وبعدين ده انت الأهلي والزمالك يعني أكبر في تفهم يا أخي ممكن تستسنيهم استسنيهم عشان تحاول تساعدهم ان هما يقدروا يلعبوا بالقوائم الكاملة بتاعتهم في المباراة النهائية من غير ما يضطروا ان هما يستغنوا عن بعض اللعبين ولقدروا لا ممكن تقبل إصابات ولقدروا لا ممكن تقبل بعض المشاكل الكثير جدا اللي ممكن تعطلك في كل الأحوال فبالتالي الأمر لازم يكون في حل ولازم يكون في تحرك سريع وانا مش عارف بصراحة ده المصلحة مين؟ وليه الاتحاد المصري لكرة القدم متعنت في الجزئية دي تحديدا عامة احنا نتمنى خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله يكون في حل سريع واحنا عرضنا لحضراتكم الأزمة بحلولها بإيه القرارات اللي ممكن تتخذ من التعادل مصري تساهل الأمور على الأهل والزمالك وتساعد الأهل والزمالك في مباراة مهمة المباراة النهائية وتحل كل المشاكل والأزمات اللي بتقبلها خلال فترة حالية بخصوص أزمة القيد وعواقق كتير جدا في الحقيقة اللجنة الخماسية بتحاول تعمل أي أزمة قبل ما ترحل وده أمر مستغرد فده فيما يتعلق بأزمة القيد وحنتمنى وننتظر حلول خلال ساعات قليلة وخلال أيام قليلة لأن الجزئية دي غاية في الأهل طيب هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا بعض الأمور والتفاصيل اللي بيتم جمهور النادي الأهلي تحديدا فيما يتعلق بالنادي وحنتكلم فيها بتفاصيل كتير جدا استنم طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيستعد طبعا زي ما حضرتكم عارفين خلال الفترة الحالية لما هو قادم من تحديات مهمة وأبرز هذه التحديات النهائي الأفريقي يوم 27 أمام نادي الزمالك في مباراة غاية في الأهمية وهي مباراة اللقب الأفريقي اللي بنتظره كل جماهير النادي الأهلي في كل الأحوال تدريبات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية هي تدريبات مهمة حتى في ظل غياب العناصر الدولية المتواجدة مع منتخب مصر وده بسبب إيه؟ بسبب أن في عدد كبير جدا من نتاج قطاع ناشئ النادي الأهلي مع مستر موسيماني فبالتالي فرصة ليه والجهاز والمعاون أنهما يقفوا على بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا إضافة في المستقبل بالنسبة للفريق تبقى الاستراتيجية طبعا المدير الفاني مستر بيتسو موسيماني ففي كل أحوال تدريبات النادي الأهلي خلال فترة حالية غاية في الأهمية عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي من أستاذ مختار التيتش على الهواء مباشرة عشان نتطمن من خلاله على آخر استعدادات النادي الأهلي وإيه هو الجديد الخاص بالفريق يا كريم أهلا بيك مساء الخير عليك زميل العزيز أمير الشام برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدة قناة النادي الأهلي أهلا بيك يا كريم طمننا إيه الأجواء عندك بخصوص تدريبات النادي الأهلي وأبرز ملامح المران النهار بالتأكيد طبعا يعني الاستعدادات قائمة ويمكن كل الاستعدادات مكتفة جدا لفريق النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو مسماني اللي بيحضر بشكل كبير جدا نزميل الأمير المرحلة القادمة آي ممكن عندنا نقص عدد كبير بالنسبة لعبت النادي الأهلي سواء اللعيبة لكون منتخب مصر وأيضا كمان باجي وأجاي وجيرالدو ويمكن علي معلول وأيضا ديانج لكن ممكن نهاردة كمان الظهور باجي وظهور جونيور أجايه متواجدين نهاردة فيه تدريبات فريق النادي الأهلي تعرف طبعا إن كان فيه بعض التوقيتات بيتسو مسماني وكاتن سايد عبد الحفيز كان وضع علي أجاي وأيضا كمان باجي يتواجده النهاردة فيه التدريبات وبيشاركه في التدريبات بشكل كامل بشكل عام طبعا يمكن تذكرت عدد كبير من قطاع الناشئين آه يمكن هم متواجدين فيه رؤية وفيه نظر عليهم أكيد من خلال بيتسو مسماني وفي نفس الوقت نقص العدد كبير جدا زميل أمير بالنسبة لتطبيق التدريبات التأسيمة يمكن نهاردة التدريب كان مقصم لأكتر من جزء يعني جزء الأول بدني خفيف جدا لكن بعد كده كلها تدريبات بيئة الكرة مع كبير مخاطط الأحمال وأيضا كمان بيتسو مسماني كلها تدريبات لإتقام مهارة التسليم ولا التسلم كلها حاجات طبعا خاصة بيئة الجهاز الفني الفريق اللي بيحاول أنه طبعا يعني بيطبق كل الأمور الخاصة بيئة الفنيات مع هذه المجموعة المتواجدة حتى دي اللحظة لكن انتهى المران بتأسيمة قوية جدا في تلتين الملعب يعني يمكن كمان حتى كم مخاططة محلل الأداء كان متواجد يعني زي لاينزماني يعني نقدر نقول كانت شبه تأسيمة قوية جدا جات فيها بشكل كبير جدا يعني وليد سليمان ظهر بشكل رائع جدا كهرباء كل اللعيبة الحمد لله يمكن حالتها البدنية والمعنوية مطمئنة جدا جدا خلال المرحلة القادمة لكن بقى منتظرين الفترة اللي جاية كمان ممكن يكون فيه مباراة ودية يمكن الأمر ده لسه أكيد الجهاز الفني مع الكابتين ساعد عبدالحفيز ممكن يكون لسه طبعا معاد مباراة الكأس لم يتم تحديده حتى الآن لكن إن شاء الله المباراة والدية ممكن بشكل عام تقدر تباين خطة الجهاز الفني اللعيبة اللعيبة اللي طالع من قطاع نشئين بعض التعليمات اللي بيديها بيتسو مسباني لكل عبت النادي الآلي بجانب بقى كمان نهاردة يمكن الأمور المطمئنة جدا واللي مستمره يا رب بعد عن الإصابات رمي ربيع كمان بيظهر بشكل جيد ومطمئن جدا لفريق النادي الآلي خلال المرحلة القادمة يا رب إن شاء الله يستمر على قد الأداء المميز ساعد سمير كمان يعني بنقول له الحمد لله على السلام يا ساعد النهاردة يمكن شارك في بعض تدريبات الكرة وتدريبات الجماعية طبعا عندنا كان عدد كبير جدا من اللعيبة خلال الفترة كنا محتاجينهم للمرحلة القادمة لكن خلاص بقى يعني الحمد لله ساعد متواجد رمي ربيع متواجد الشحات مستمر بشكل كبير جدا في التعيل بإذن الله عندنا أيام كتير إن شاء الله قبل يوم 27 بإذن الله كل اللعيبة لعندها إجهاد عندها إصابات بإذن الله تكتمل شفاها بشكل كامل حلم كبير لكل جمهور النادي الأهل اللعيبة مجلس الإدارة عضاء النادي الأهل هي البطولة أفريقية ويارب إن شاء الله بإذن الله مرحلة قادمة وتحديدا يوم 27 بإذن الله تكون البطولة التسعة في دولار ببطولات النادي الأهل طيب بخصوص التأسيمة اللي كانت مع نهاية المران يا كريم من أبرز اللعبين اللي لفتوا نظرك من خلال متابعتك سواء من لعاب القوام الأساسي بالنسبة لنادي الأهل وفريق الأول أو حتى لعاب قطاع النشئين المتواجدين في تدريباتك الحقيقة طبعا يعني ممكن الرجل بيحاول بشكل كبير جدا هو يصحى الأخطاء في التأسيم على قد ما التأسيمة كانت فيها جدية وفيها حماس لكن راجل وقفت تأسيمة أكتر من مرة محمود وحيد بيظهر بشكل طيب ومماس جدا من الكهرباء الحقيقة يمكن بيؤدي أداء مؤليد سليمان مروان محصل لعيبة الكبار الحقيقة يمكن واضح لحماس والجدية في التدريبات تعرف هو هدف أميرك أكيد طبعا لكن الحفاظ على سلامة لعيبة ده أمر مهم جدا وده اللي يمكن أكد عليه الجهاز الفاني بالكامل وتحديدا بيتسو مسماني لأن التدخلات كان فيها روح وفيها حماس كبير فأنت عارف طبعا لابد يكون في حفاظ على لعيبة النادي الآلي بعضها البعض لكن يعني مدرش نقول إن هي كانت تأسيمة بشكل كامل على قد ما هي كانت كلها جزء خطة تير راجل بيحاول إن هو يرجع مع اللعيبة بيحاول إن هو يوجه اللعيبة في بعض التمركزات بعض الأمور دي لكن بشكل عام اللعيبة كلها كانت متقلقة كل اللعيبة طبعا لطلع من قطاع ناشئين عندها حماس كبير جدا يعني وعندها هدف كبير ويمكن هي بتحلم حلم كبير إن هي تكون لها دور مع فريق النادي الآلي لكن كل اللعيبة أنت عارف لعيبة الكبار بتحتوي اللعيبة الصغار طلع من قطاع ناشئين بشكل كبير تمتحسش إن فيه لعيب كبير ولعيب صغير فيه النادي الآلي وهي دي الميزة وده سر من أسرار نجاح فريق النادي الآلي يا رب إن شاء الله بإذن الله تستمر الروح الكبيرة دي واستمر الأداء ده مع لعيبة النادي الآلي وبإذن الله إن شاء الله القادم يكون أفضل لكل لعيب النادي الآلي وجمهور النادي الآلي إن شاء الله يكون سعيد خلال المرحلة القادمة طيب من طابعة الجهاز الفني للنادي الآلي للعيب المنتخب اللعيب النادي للمتوجدين في المنتخبات المختلفة بقى سنشتخب مصر عندك كمان منتخب تونس وفيه في مالي كمان عندنا أليو ديانج السيناريو أو الاستراتيجية اللي حيتم من خلالها متابعة طبعا اللاعبين في منتخبات بلادهم هتكون ازاي؟ الحقيقة طبعا أمر مهم جدا ونقطة مهم جدا زميل أمير وتحديدا كمان المتابعة جاية من الأمر الخاص بالإجراءات الاحتراثية والوقائية في تعليمات مشددة جدا لكل لعبي منتخب مصر طبعا اللي يكونوا متواجدين في توجو لأن يمكن الفترة اللي جاية حساسة ومحتاجة تكاتف ومحتاجة اهتمام كبير جدا من كل عيبة النادي الآلي الإجراءات الاحتراثية والوقائية ده أمر مهم جدا بيشدد عليه الجهاز الطبي والكابتن سعيد عبدالحفيز على طول فيه اطمئنان بيتسو موسماني كمان بيتطمن مع العيبة النادي الآلي المتواجد في منتخب مصر علي معلول في تونس أيضا كمان ديانج في مالي كان باجي واجاي طبعا تعرف زي ما يكونوا المجتمعين فيه زيارة بسيطة جيرالدو كمان فيه اهتمام كبير وفيه ممكن متابعة مستمرة إن شاء الله لكل العيبة النادي الآلي يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل لعيبة النادي الآلي ومبقاش في أي إصابات ومبقاش في أي أمور تكون تعكر صف فريق النادي الآلي خلال المرحلة القادمة يا رب إن شاء الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي مستد مختار التتشكي معنا على هواق مباشرة نتكلم معنا في كل التفاصيل يدخل في التمرين وفي الحقيقة نتمنى إن التوقف الدولي بالنسبة لكل اللاعبين ما يكونش فيه أي إصابات سواء مع جيرالدو في أنجولا أو أليو ديانج مع مالي أو علي معلوم مع تونس أو حتى كمان اللاعبين منتخب الوطني الأهم طبعا بالنسبة لمنتخب مصر إن هم يتفوقوا في مباراتي توجه بإذن الله تعالى طيب عندنا التفاصيل في ترند الأهلي هتكون بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد في ترند الأهلي أكيد فيه تفاصيل كتير جدا بتخص النادي وأكيد كلام كتير على السوشيال ميديا فبالتالي خلينا نبتدي بالحساب الرسمي اللي هي في الجول على فيسبوك واللي بيتكلموا على إن أستاذ القهيرة جاهز لإستضافة نهاء دوري أبطال لأفريقيا إذا دعت الأمور لذلك وده كان تصريح لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وطالما الدكتور أشرف صبحي تكلم في الاتجاه ده إذن فيه احتمالية كبيرة بإذن الله إن المباراة تنقل من أستاذ برج العرب لأستاذ القهيرة بسبب الظروف المحتمل حدوثها في هذا التوقيت يوم 27 نوفمبر ممكن يكون فيه نوة وسيول وأمطار وكلام من ده فأنت تتجنب كل هذه الأمور وتلعب في أستاذ القهيرة لنفيش أي عوائق تخليك ما تلعبش في أستاذ القهيرة موضوع البزور وتغيير البزور الشتوية وكلام من ده ممكن تأجله شوية ومش مشكلة كبيرة والجانب الأمني طبعا على أفضل ما يكون فما فيش أي أزمة وإحنا تكلمنا في القصة دي نبراح بكل التفاصيل الشروق نيوز على تويتر قالوا إن الجناني لتصريحه بيقول أنا بقاوح لدخول الجماهير في نهاية أفريقيا والدوري وكانت تصريحات للأستاذ عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية للتحاد المصر لكرة القدم وقال إنه بيقاوح وبيحاول على قدر مستطاع أنه يخلي في حضور الجماهير كمان في المباراة النهائية بطولة الدوري أطال الأفريقيا زي ما كان بيحاول في بطولة الدوري لكن القرار مش قرار الاتحاد المصر لكرة القدم بس في لجنة طبية في الاتحاد الأفريقيا وهم المنوطين أو الاتحاد الأفريقيا هو المنوط بتنظيم البطولة وتنظيم هذه المباراة فالقرار حيرجع له هو في الأول وفي الآخر لأنه كان واحد قرار أصلا إن ما فيش جماهير على مدار البطولة حتى نهايتها هنشوف التعديلات اللي ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاية خلينا نروح للوطن سبورت على تويتر واللي بيكلمه على أن المسلمان ينتظر تسع تقارير عن لعاب الأهل الدوليين وده بخصوص الست عناصر اللي موجودين في المنتخب الوطني الأول والعناصر المتواجدة في مختلف المنتخبات الأخرى سواء جيرالدو في أنجولا أليو ديانج في مالي وأيضا علي معلول في تونس وهيكون في متابعة عن كذب بالنسبة لأولئك اللاعبين عشان توقف على حالتهم سواء البدنية أو الفنية قبل المباراة النهائية لبطول الدوري أبطال أفريقيا طيب نروح لبوابة أخبار اليوم على تويتر حسابه الرسمي مجلس الأهلي يجتمع اليوم لحسم هذه الملفات وما نكلمه يعني أنه في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي وده حعيئي النهاردة الاجتماع يبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء والاجتماع ده حيشهد التطرخ لبعض الملفات سواء الانشائية أو الجوانب الاجتماعية الخاصة بالنادي أو حتى الجوانب الرياضية واعتماد بعض القرارات المهمة اللي بتخص النشاط الرياضي ده حيكون من خلال اجتماع اليوم اللي بيجرى في هذه اللحظات بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب طيب سوبر كورا بيتكلمه على أن الأهلي يقرر تأجير تدعيم الجابهة اليسرى ويغلق مركاته الصيف الاجتهادات حتكون كتير جدا في الاتجاه ده وفي الجانب ده بخصوص الانتدابات والاستغناءات وكله هيكون مجرد اجتهاد حتى لما نلاقي إن شاء الله بإذنها قرارات رسمية من قبل الجهاز الفني من نسبة للنادي الأهلي لكن كله مدروس والقرارات هتكون قريبة بس هم يعدلوا مضوع الكد الأول طيب أنا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل آخر فقرة في حلقة التريند بارد استنون طيب النهاردة كان فيه قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لبطولات الجديدة للموسم الجديد من خلال اتحاد الأفريقي لكرة القدم والقرعة أصفرت عن مواجهات مهمة بالنسبة للفرق المصرية وبالتحديد ده يهمنا أكتر النادي للأهلي والنهاردة الاتحاد الأفريقي أجرى لقرعة دي الأدوار التمهيدية للنسخة وكده كده الأهلي والزمالك طرفي النهائي طبعا في المبرانة الهائية مش موجودين في الأدوار التمهيدية لكن هيبتدوا البطولة من دور الـ 32 القرعة قيمت يعني بشكل مغلق في مقر الاتحاد في الكاهرة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والقرعة أوقعت النادي الأهلي في دور الـ 32 مواجهة المتأهل من سونوديب بطل النيجر ومكدشيو بطل السومال زي ما حراركم شايفين كده على الشاشة يعني فريق بطل النيجر اللي هو سونوديب حيقابل مكدشيو والكاسبان منهم مكدشيو ده بطل السومال اللي حيكسب منهم حيلعب النادي الأهلي في دور الـ 32 الأهليو الزمالك كده كده معفين طبعا من الأدوار التمهيدية مقابل دور الـ 32 ومعاهم مازنب الكنغولي والرجاء وصانداونز وبروميرو دو أغسطو وحرية كوناكري وفيتا كلوب الكنغولي المباريات هتقام مباراة الزهاب بين 20 و 22 نوفمبر وتقام مباراة الأياب بين أيام 26 و 28 نوفمبر معرفش موضوع الموعيد ده بالنسبة لأهليو الزمالك حيكون يعني إزاي لكن في كل أحوال حننتظر لأن كده كده الأهليو الزمالك عندهم مباراة يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري وهي مباراة النهاية لكن ده يعني اللي تم الإعلان عنه من قبل اتحاد الأفريق اللي كوريت القدم منذ قليل وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشارك في البطولة اللي جاية دي وإحنا حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى طيب سريعا خلينا ناخد التفاعل في شكل سريع وسؤال حلقة اليوم والإستاذ المتوقع من خلال حضراتكم اللي صديف الموراة النهائية أنس طابل قال القاهرة يوسف شعبان قال إستاذ القاهرة طبعا فهد الخولي قال أنا شايف إن إستاذ القاهرة أو الأهلي والسلام وإيه لو القاهرة يبقى أفضل ومحمود جابر قال إستاذ القاهرة بلا منازع وحمودة حربي قال إستاذ القاهرة وأعتقد ده حيبقى أفضل خيار بإذن الله حيتامي الإعلان عنه قريبا دي كانت حليقاتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى بإذن الله من نفس البرنامج إلى اللقاء